اشتركوا في القناة اكبر خطر محدق بالاوطان ومنها العراق خلال هذه الايام وهو كوفيد 19 الفيروس الاكثر فتكا بالبشرية والاكثر تعقيدا وتطورا وغموضا والذي يقف العالم بكل امكاناته وقدراته امامه عاجزا دون اي علاج فعال او لقاح يقاومه حتى اللحظة عداد ارقام الوفيات يتسارع بصورة مخيفة احصائيات الاصابات لا تصدق حدود تغلق اقتصادات تنهار شركات ومؤسسات عملاقة تشهر افلاسها لم يبقى من سبيل لمقاومة كورونا سوى بعض اجراءات وقائية اغلاق الحدود وتأمينها في وجه القاتل الخفي اجراءات وقائية وصحية وتوعوية للحد من انتشاره استعداد للمواجهة مع عدو خفي وشرس ووسط كل هذه الاجراءات المشددة التي تتخذها بعض دول العالم يلاحظ الجميع ان منافذ العراق الحدودية مفتوحة على مصراعيها من اراد الدخول الى العراق فليتفضل ومن اراد الخروج فليرحل هذا القول ليس من باب التشاؤم او المناورة السياسية بل هو واقع ملموس الشاهد عليه هذان الشابان الوحيدان في منفذ زرباطية الحدود بين العراق وايران وما ادراك ما ايران بالنسبة لكورونا القاتل بؤرة انتقاله في الشرق الاوسط والسؤال في لحظات اليأس هذه من المستفيد من ترك الحدود العراقية مفتوحة امام كورونا واخواته واخوانه اجازة سونا